شابه اهلا بكم راتا عميزة بيت واهلا بكم في كل فيديو جديد وفي حالقة جديدة في سلسلة تعلم البناء مع مستر بيت فيتراريا. ناس كتير يا شابه في الكومنتات طلبتني اني يكون بعمل سلسلة تعلم البناء فيتراريا طبعا. عبيت اكون بلبي الرغبة دي. وهكون ان شاء الله بعملكم سلسلة كاملة عن زي تبني فيتراريا. لان لو انت مش عارف البناء فيتراريا اكثر تعقيدة من اي لعبة تاني ممكن تخيلها. كمية الاحتمالات وكمية بلوكات اللي ممكن تبني بيها وكمية الحاجات اللي ممكن تبني فيتراريا. حاجة لا تعقل. كمية فعلا البناء والتصمات اللي موجودة فيتراريا اكثر من اي لعبة في العالم. حتى اكثر من مينكرافت. فحبيت اكون بعملكم سلسلة كاملة ازاي تتعلم البناء. ايه الادوات التي محتاجها. ايه التصمات ما كنتش تغير بيها. كنت بعملكم شاء الله يا شباب. كل حاجات دي محتاج تعرفها عن البناء فيتراريا. واعاوز بقى. وعد منكم تكون بتقولوا لي رأيكم في الكومنتات تحت عن السلسلة. ثانيا الوعاد تاني انكم كنت بتبنيوا حاجات وتبعتولي الحاجات تبعتوها على او حتى على الانستجرام. وان شاء الله كل حلقة لو في حد بعت لأي حاجة جديدة ببنيها. لحلقة جديدة للمسلسلة. فان اعتش افكر ايه اللي احنا محتاجين نكون بنعرفوا عن البناء فيتراريا عشان نبتلي نبني. ايه الاسيات ما احنا بقول لبدا ما يحتاجين نعرف. ايه الاسيات بناء فيتراريا? اساسي بناء فيتراريا طبعا انتم ممكن تبني من غير ادوات او من غير اي حاجة لكن انت لازم يكون معك ادوات تساعدك في البناء. ففي حالة النهاردة هتبقى حلقة مخصصة جدا عن جميع الادوات او ما اصعبش جميع الادوات. نوع عظم الادوات تم محتاجها عشان تبني اه اسناء وجودك فيتراريا. ففي حالة نهاردة هكون بعمل لك اول جزء عن الادوات اللي تمحتاجها فيتراريا عشان تقدر تبني بكل سهولة. وان شاء الله لو في اي حاجة تانية هكون بعرضها عليكوه في فيديوهات جاية. لكن اعتقد ان الموضوع الادوات ده مش هياخد مننا اه حلقة واحدة هيتطور ياخد مننا اكتر من حلقة. طبعا باضافة للفيديوهات الاصارية اللي هكون بعملها لو انت عاوزين يجي شباب فيديوهات اصيرة انا بعمل شرح فيديوهات اصار بالنسبة على لو عجبكم موضوع دايرت برضو تقولي في كومنتات تحت وتبلغوني اقراءكم لو انت عاوزين اي حاجة بما خاصة يعني تكونوا بنعملها مع بعض في السلسلة بتاعت البناء دي. وحاجة برضو كويسة ان انا هكون بتعلم معاكو وانا بشرح ليكو يعني وانا بشرح لكو هكون بجرى وهكون بتعلم وهكون بعلمكو اللي انا عرفته. اول حاجة انت محتاجة للبناء هي بيك اكس. محدش يقدرين كده انت هتطرى تكون بتحتاج وبيك اكس حلوى. انا كنت في فضلكم بس تعمل البيكسبو وهدي عبارة عن مع بعض. عبارة عن مرقوبة بيك اكس وسريع كده وممتازة لكن في حاجة اسرع منها. لو معاك ممكن تيجي هنا. هتكون بتحتاج حبة مصبuela هتكون بتحتاج برضو حبة وهتكون بتعمل طبعا ممكن تعمل لكن انا بفضل بيك اكس اولا بيك اكس دي. متين خمسة وعشين في المية دي كا دي متين وعشرة دي متين خمسة وعشرين بالاضافة آآ ان دي عندها قدرة ان اربعة رينج بتكسر باربعة رينج زيادة يعني اربعة بلوكات رينج جزء ما كنت تكسر بيها طبعا دي ممتازة دي اللي ان شاء الله هاكون بستعمالها. واكون بخاليها كويك بحيس انها تزود لي زيادة. وبرضه هاكون بعمل حاجة باسميها الهاميكس الهورتكس هاميكس دي برضو من عبارة عن ودي بقى عبارة عن اكس وهامر مع بعض. فده انا عاوز اكون بكسر الحيطان بسرعة. ووحدة بطيقة شوية بحيس لو انا عاوز اكون بشكل. لو انت استخدمت السريع في انك بتشكل البلوكات هتكون بتكسر كل حاجة وراها. فيكون معي هامر بطيقة شوية بحيس ان اقدر اشكل بها الحاجة وهامر سريع بحيس ان اقدر اكسر بها الحيطان باضافة كسر بها الخشبور اشجار. ولو انت عاوز توفر على نفسك وقت يبير جدا في انك تكسر الحاجات بسرعة من غير ما تقول هامر ان وتفضل تمشي وتجري لأ عندك حاجة اسمها ودي هروريك دوقتي بتاعتها على الشاشة. ممكن تعملها في نهاية الجيم. ومجراد انك تستخدمها ودوس كده ايه دوس ار. هتلاقي بتركب جوه دريل نونتي. دريل نونتي عندها كدرتين. اول حاجة كليكي مين كليكي مين بتدمر الحيطان. وكليكي شمال بتدمر بلوكات. فانت لو عاوز تدمر الاتنين هتدوس الكليكيين مع بعض. هدوس كليكي مين وهو هيكسر هيحطانه البلوكات مع بعض. مش محتاج لده بعد كده. ممكن انكسر اتنين مع بعض وصريح جدا. بدلك بتستعملها لو انت عاوز تكون بتخلص من مساحات كبيرة جدا من الارض في وقت قليل. بها كان نيجي بي للمونت اللي هيكون بيخليك تطير وتقدر تبني البلوكات وانت طاير. طبعا في حاجات كتير بتخليك تطير لو انت مش عارف ايه الحاجات دي. هسيب لك اللينك بتاع السلسلة كامل في وصف تحت. هتلاقي فيديو في السلسلة تحت بيقول لك كل حاجات اللي هتخليك تطير فيه عندك حاجات زي اه وعندك اه وحي غير كده برضو انا بفضل اه اولا سريعة ونفس طرعة اه غير كده بدلت عدم البان مشكلتها انها بتزود طولك فانت مش عارفت عدم البان اهو فالمساحات الدقيقة محتاج فيها واعتقد دي افضل. طبيعي هي في المية حركتها بتبطيقة انت لو بتبني في المية فانصحك انك تبدل دي ودلوقتي بعد ما شفنا الادوات بتاعياتنا بالاضافة للمونتس اللي اللي لكم نستعملها سواء او محتاجين بقى نشوف الاكسسوريز. اول حاجة مع بعضنا نشوفها هي وده عبارة عن الاكسسوري بيتزود بتاعك بمقدار واحد ودي بتشتريها من هنا فين اه لو اف برا هنا كده اهو. هتلاقي هنا وده بتكريم بعشرة باضافة لي برضو هتشيري منه ودي بخمسة وعشر ودي هقول لك ايه فايدتها بس في فيديو تاني وفاصل. في برضو حاجة مشابهة اسمها بس الاسف دي مش بتقع غير في في يعني ان شاء الله ما يجي ونقوم بنالعب تلارية هتلاقي بيقع من بيقع من حاجة بسامة الهدايا الهدايا دي كده شفيه هدايا دي لما تجد فتح هدايا دي عندك يعني نسبة ان يقع عليك منها لقيه وعندك اربع حاجات بتشتريها من الباقي المتجول ودي كل واحدة تتكريم بعشرة فلازم اول ما تلاقيه مش شباب اول ما تلاقي الحاجات دي لتشتريها لانها نسبتها مش عالية فانت اوحظك واللما الباقي بيظهر وباقي بيظهر بالنسبة عشوائية بتكمل بالنسبة اتنى وعشين في مية يوميا فانت يعني ايه انت اوحظك في ها اول حاجة دي بتزود انك بتحط بلوكات بسرعة آآ التاني حاجة دي بتزود بتاعت بتلات بلوكات وتلات حاجة دي بتعمل يعني بتلون البلوكات بشكل اوتماتيك وربح حاجة ودي بتزود سرعة منك تحط الحيطان لكده في حاجة مهمة اسمها ودي ما بتلاقيها في السنديق اللي موجودة في السحرة او بتلاقي من السنديق اللي بتطلع من الصيد ودي بتزود سرعة انك تعمل بخمسة عشو في مية بتزود سرعة التكسير بتاعتك بخمسة عشو في مية دي حلوة جدا عندك برضو حاجة اللي اسمها ودي زي كورس صغير كده بتلاقي في السنديق اللي موجودة على الصطب ودي بتزود برضو بتاعك وطبعا زي ما كنتقول لكم في حاجة اسمها ودي هكون بعمل لكم فيديو كامل عنها ازاي تستخدموها وبالنسبة لتوصيل اسلاك هتكون بتحتاج ودي عملت فيديو كامل عنها ازاي تعملها هتلاقي في الفيديوهات القصيرة موجودة على القناة هتكون بتحتاج ودي زي جهاز بيخلي اي حاجة اي بلوكة تحطها يتحط عليها بشكل مباشر وطبعا عندك دي اللي بتعمل او دي بتخلي بلوكاتي اما تخلي تعدي منها او تقفل بلوكاتي اما تفتح بلوكاتي اما تفل بلوكاتي وعندك ايس رود دي بتقدر تخليك تبني بلوكات في الهواء يعني ممكن اعمل كده او بصو فبلوكات انا حاطها دي ممكن احطك بلوكات جنبية اهو لو فيش اي حاجة جنبية ممكن تحط بلوكات جنبية كده او دي بتخليك تبني بلوكات في الهواء بالاضافة لتريجر ماجنت دي بتلاقيها في السادي الموجودة في الكهوف ودي لو انت كسرت حاجة على مسافة بعيدة هي هتزود المسافة اللي انت هتقدر تاخد بها الحاجات انا فين دوقتي انا مش عارف امسك الايتمس دي لكن مجرد ما حط دي هنا كده او بص شفت على طول اللي حصل دي خلى كل الايتمس اللي حوالي على مسافة بعيدة تروح لي تجيلي على طول طب يا مستر بيت دوقتي انا انا مش عاوز لو انا بكسر حاجة مش عاوز امسكها مش عاوز خليها تيجي في بتاعتي هتكون بتاحتاج حاجة بساميها ودي لو انت تدس على كمين هتفتحها فدي ممكن تمسك بها الايتمات بصو ممكن تلمع الايتمات يعني بصو كده الايتمات كنت عاوز بس الحاجات موجودة فيها تفضل موجودة مش عاوز اي حاجة تاني تكون بتقفل دي لو انت عاوز تلمع الحاجات هتكون بتفتحها طبعا دي حاجة مهمة جدا بالنسبة للمناس اللي بتحيب تبدو لجهات او يا مستر بيت كل دي حاجات انا ما عنديش اماكن انت عندك واحد اتنين تقاط اربعة خمسة ستة سبعة لو انت في في لكن انت معدكش اماكن تحط ده كله ده كتير قوي يا مستر بيت ازاي هتصرف الموضوع ده بكل بساطة اللعبة عملت لك حاجة هو كيسة جدا حاجة بسميها ودي بتدمج الاربع حاجات اللي بتشتريها من البيع المتجور اللي هي في ايتم واحدة واضافة الايتم دي مش بس كده ممكن تدمج ايتم تاني مع الحاجات دي عشان تعمل بقى اقوى اداة للبناء في اللعبة وهي هاند اف كريشن هاتمسك ايه الاركتاكت جزمو باك مع ايشن تشيزل اللي هي في السحرة مع اللي هي في الكهوف مع اللي هي تبسل بتليها على السنديق اللي في الساط وتعمل فدي عبارة عن ايتم واحدة دلوقتي انت جمعت سبعة ايتمات في ايتم واحدة طيب يا مستر بيت بالنسبة الارمور هل في اي ارمور معين بيزود قدرتك عبناء لا الاساب ما فيش اي ارمور بيزود قدرتك عبناء كده بشكل عشوائي لكن الارمور اللي بيساعدك عبناء هو ارمور السامنر انك ممكن تعمل لاي منيون منيون دي تقدر تضرب حاجات اللي حواليك وتزعجكش وانت بتبقى انا على نفسها هكون بستعمل مع هكون بستعمل طبعا هكون بستعمل واي بوتس سريع عشان تتحرك بسرعة وحاجة طبعا مهمة انصحك بها انك يكون معاك او حتى معاك لانت مش عاوز اي حاجة لما تيجد تضربها بتتحرك من مكانك فالانت مش عاوز اي حاجة ده بيديك فاي شيلد من الاتنين دول بيديك يعني مفيش اي حاجة تخبطك ترجعك الورقة او تطلعك لقدام فانت هتفضل سيفت مكانك وتقدر تبني اللي انت عاوزه طبعا ان يكون معاك ده حاجة مش ضررية يعني انا عن نفس مش هكون بعمل مخصوصة للبناء انا بس ايه السيد بتاعي الميلي بتاعي هكون بحط ده هنا كده وادوس بس كليك يمين فهو يبدل غير كشف انت مش بتاك لوت مخصوص للبناء انت باللوت عادي بتاعك انه كده كده مش محتاجة غير لو انت معاك دي انت كده مش بتاك اي حاجة تاني جورة انت كده مسلا تاخد بتاعت البناء وتحطها في الخانة التانية دي فكده تكليك يمين الخانة دي تروح على الخانة دي على طول يبدلوا فهذا ممكن تبدل بين البناء وبين الميلي بتاعك فورا فانا هحط هنا عشان تقدر تزاودي دي احسن ايتم للبناء كون بحط طبعا الان هشيل عشان اي حاجة تيجي تحرقني كده او كده ما اتحركش ما اتحزش مين او شمال وانا بتضرب ويضاف طبعا للبوست عشان هتحرك بسرعة وحاجة للطيران زي فيه ايتم برضو حلوة جدا نكون مرة لكم بس لما يجي بالليل هنكون من اغلب الامبرس كون مناخد من الايتم دي بتقليك يريد الامالة نهية عن طريق اي اجناحة او اي بورد لكن دوقتي بنيجي المشكلة لأي حد بيبني في اي لعبة بيواجهها هي مساحة الانفنتوري بتاعتك مساحة الشنطة بتاعتك ازاي ممكن تزود مساحة الشنطة بتاعتك الحمد لله اللعبة عملة اكتر من الايتم عملة اربع ايتمات بتكون بتزود فيها مساحة الاربع مرات ممكن توصل مساحة عندك لمية وسبعتاشر مكان تخزيني طبعا مش محتاجة افكركم باخر اللعبة خلت فيها بدل من الايت تتخزن اللي حد تسعمية تسعة وتسعين تتتخزن حد تسعة تلاف تسعمية تسعة وتسعين كل حاجات دي بتاع داك انك تشيل ايتمات كتيرة جدا في مكان صغير طب ايه هي بقى الاربع ايتمات دي اولا ودي بتشتريها من الاخ بتاع بيستي 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 افنت يا باشا ايوا يا بدي ابو شانم بس كده هتلاقيها موجودة بخمسين ودي عبارة عن مكان تخزيني كامل ممكن تستخدمه زي ما انت عاوز كده هوا شايفين تاني واحد اللي هو ودي اعبالي الخازنة بتشتريها من اوليكم بس اللي هو انا واحد ده تاكده باشا 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 تعالها تعال تعال تعالها عندك هنا اولا دي برضو واحد الحاجات زي دي زي بالاضافة هنا موجود عنده الخزنة وتسعتاشر جولد والخزنة دي برضو مكان تخزيني كامل تاني اللي يضعف لك المساحة بتاعت الديفندر فولد. دات حاجة او ما يترافل دي او حتى لو معاك الشستر الاتنين نفس الحاجة. انا الحمد لله بحب الشستر اللي بمعايا. لان احسن حاجة بحب الشستر. يعني الشستر او انا باللعب احبها من باضافة بيتحرك معايا على طول. مش بكون شوية محتاجة. ادرس كليك شمال على لشان هطلعها. فدي بتاعتك دي كامل عنها ازاي تعملها وازاي تستخدمها وايه هي مميزاتها بعد كده في المستقبل. لكن دلوقتي دي عبارة عبره عن مساحة تخزينية كاملة ممكن تفتحها ممكن تقفلها زي ما انت عاوز. لو انت قفلتها مش هتاخد اي حاجة زيادة. لو لو انت فتحها لو انت اللي بتفتح دي جيت ماليت اي حاجة زيادة عن الالفنتوري بتيجي على هنا. طبعا دي بيها اماكن وخصوم كنت تستخدم جوها تحطي جوها لو انت فتحها ودست مسلا بيه اي بوشن هنا ايه هو يستكون بيستخدمه. طبعا دي حاجة ممتياز هكون باقول لك ازاي بتتنمى بالتفصيل في الفيديوهات الجاية. لكن تعمل ايه وانت بتدني لقيت مسلا بلاد مون لقيت سولر اكليبس. تعمل ايه? لازم تصر بسرعة. يكون معاك ياما الانشانتت مون دايل ياما الانشانتت ساند دايل انا بفضل يكون معاك الانشانتت ساند دايل بحيس ان دي بترجع لك يوم تاني بتلغي مع صح لو حصل وانت مش عاوز وتب تبني ان دا حاجة مزعجة جدا. فدي بترجع لك النهار التاني من الاول. ولو انت من عشق بناء بالخشب عندك حاجة اسمها عندك حاجة اسمها عندك وعندك وعندك يتحط انواع من الخشب اللي هو الخشب الحي وبالضافة دي بتحط التانية. طبعا ده بيستهلك الخشب نفس. يعني ان لو انت معاك الخشب مهاجني ممكن تحط ايه? مهاجني ليفز. لو انت معاك خشب عادي تحط ايه? تحط الليفز العادية. ونفس الفكرة. زي ما انت شايف دلوقتي بصوا كده. فاقة كبيرة جدا من المهاجني العادي والريتش او معصح والليفن مهاجني. شايفيني فرق من الاتني دول? طبعا ده تكشو ده تكشو. دي حاجة حلو دي حاجة احلى. ودلوقتي اني يجي لفكرة الطلاق. الطلاق في الترية حاجة من الحاجات مميزة جدا. اللي انت ممكن تعملها انك تقدر تعمل لاي تلونها باي لون متخيل. الحاجات دي ممكن تعمل ازاي? هتطلطر يكون في عالم بتاعك واحد اسمه اللي هو بتاع الالوان. ايه والاخ ده. لو رحت عالشوب هتلاقي عنده دي بتعمل بتلون. دي بتلون الحطان. دي بتلون البلوكات دي بتلون الحطان. لكي عندك دي اللي بتشيل الالوان. طبعا عندك هنا جميع الالوان انت ممكن تتخيلها. كل الالوان عنده هنا. فطبعا ده شخصية مهمة جدا للناس اللي بتحب البنو. لكي انا لو عاجز وروحت على اي انفل ممكن تعمل ايتيمات احلى منها شوية. زي مسلا دي بتزود لك الراينج بدل ما بنت البراش العادية دي عندك ودي افضل. وعندك ودي طبعا حاجات افضل بكتير جدا من الحاجات العادية دي. ليه? الحاجات العادية دي مش بقى مفاش اي لكن دي بتزود لك لكل واحدة التلاتة. واخر الايتم عاجزة اكون برهلكو دي بتقع من فانا هكون برمي دي كده هو. وكسر دي وقت على سريع سريع كده. سريع 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 بالذنس مش فاضي مش فاضي مش فاضي. مايس. لما دمسك ليكي مينة على بتاعتها بتقع حاجة اسمها آآ ودي بتخليك باضافة ما صح انت رمعك اي اجناحة دي هتخليك تكتير باجناحة ايه لما لنهاية حتى لو وحتى بالبورد زي ما انت شايفين هو انا بقعش انا ممكن وطير للسحاب. بصو انا دي سبيس بار. دي ويتخليك تطير الى من نهاية طبعا انا مش عافظ اقول لكم اقديل حاجة دي مهمة لو انت هتكون بتبني حاجة محتاج لها طيران. شباب بس كان فيديو تقديمي عن الادوات اللي انا كوم نستعملها اسناء بالمتعلم البناء. لكن ده مش الحاجة الوحيدة اللي اكون بعملها. انا هكون بعمل فيديوهات بعد كده هكون بقسم بقى الادوات دي على عدة اجزاء واكون بشرح كل الادوات دي بالتفصيل. لان انت قبل ما تعمل اي حاجة لازم تكون بتتعلم الحاجات اللي هي كوم تشتغل بها من الحاجة دي. لو تنسلوش يا باب تدفع على الجرس وتستنى الفيديوهات مني قريب جدا. ان شاء الله هكون باستمر على السلسات تعلم البناء دي. واكوب بعمال لكم بنيات خلوة جدا. ما تنسوش لو انت لسه جديد في القناة يكون بتتسيب لايك وتكون بتشاهد في القناة. ولو عجبك محتوى ترارية تكون بتقولونا ايه اللي عجبك فيه? وايه اللي عجبك في ترارية? وايه المحتوى اللي انت عاوزتكم بتشوفه على ترارية على القناة بعد كده. وشكرا لاتتبع لكم معايا واتماني شوفكم في الفيديو الجديد في تغلم البناء مع مستر بيت في ترارية. اشتركوا في القناة